السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء الرابع من الفصل الخامس سنتناول البرابرسة أو سفات المواد السراميكي إن الجدول الذي أمامنا يوضح الماتيريال والملتنج باينت والسرم الإكسبانشن كوفيشينت أو معامل التمدد الحراري والكنوب هاردنس أو الهاردنس الكنوب بالحقيقة الناظر لهذا الجدول يلاحظ أنه مثلا على سبيل المثال الألومينا الملتنج دمبيرتشر أو درجة صهراء 2000 درجة مقوية سرم الإكسبانشن 6.8 من 10 والهاردنس كنوب 2100 ونلاحظ أيضا أنه في الهاردنس كنوب خدنا الانيشال لود 100 جرام لأن المواد السراميكية تعتبر مواد هاشة وبالتالي لا يجوز استخدام لود أعلى حتى لا يحدث كراكس في أسطح الخاصة بمثل هذه المواد أثناء عملية دراسة الهاردنس لذا استخدمنا 100 جرام على سبيل المثال بورونايت رايد ملتنج دمبيرتشر 2732 والهاردنس 5000 والسرم الإكسبانشن كما نرى سيلكون كربايد درجة سهارو 2700 والسرم الإكسبانشن 7.10 والكنوب هاردنس 2500 أما الدياموند فليس له يعني لم نضع هنا ملتنج دمبيرتشر له ليه؟ لأن الدياموند في الحقيقة هو مادة تستخدم للتزيين وتعتبرها من أنواع الجوهر أو الجواهر وبالتالي إن صفاتها تعتمد على الكريستل استركشر الخاصة به فإذا صهرناها ضع الكريستل استركشر وبالتالي فقدت كل صفاتها التي نعلمها عن الدياموند لذا لا يوجد هنا ملتنج بويند أما الهاردنس فهي حوالي 7000 كنوب سنلاحظ من هذا الجدول شيئين كنا قد سلفنا الذكر عنهم عندما تحدثنا عن تعريف السراميج ماتيريال أول حاجة قلناها في السراميج ماتيريال إنها درجات سهارة عالية دي نقطة نقطة التانية قلنا إن الصلاة بتاعتها عالية زي ما شفنا وهذا ما حققته الخواص العام نكمل بقية الجدول مولايت درجة سهارو 1810 والسرمال اكسيبانشن متاعه 4.5 تيتانيام اوكسايد 1840 والسرمال اكسيبانشن 8.8 كوبك زاركن اوكسايد درجة سهارو 2700 والسرمال اكسيبانشن 10.5 ترجمة نانسي قنقر